في العادي إحنا دايماً بيبقى عندنا يوم الاتنين ده بيبقى قضية قضية مفروض نتكلم فيها عن قضية تخص رياضة في مصر ولكن خلال هذه الفترة والمباراة الكتيرة جداً اللي هنخش فيها خلال الفترة دي بتبقى الأمور صعبة وبالتالي خلينا نتكلم مع حضراتكم عن مباراة بكرة هل حضرتك شايف أن النادي الأهلي تأهل بالفعل لملاقات سانداونز؟ لا طبعاً لا ما حدش يقدر أقول كده أبداً يعني كرة علمتنا دايماً الكرة في الملعب والنتائج حسب الأداء ولا حسب التوفيق نادل أهلي عمل مباراة كويسة وبتحديد الشوط الأولاني ممكن الشوط التاني يعني كان في بعض الأخطاء اللي أدت إلى الأهداف اللي جات إنما قدر يرجع برضو للتعادل شاف إنها نتيجة كويسة مع فريق لنا تاريخ معها في المباراة دي وحصوصاً يعني سينبا دي أنا لها تجربة معها 85 في أبطال الكووس المتشلوان كان هناك برضو تغلبنا 2-1 وهنا كسبنا 2-0 كابت الخطيب وكابت زكريب بالظبط كده يعني فرقة كويسة وإحنا شوفنا حتى كمان جمهورها عامل إزاي في المباراة اللي فاتت جمهور كبير جداً وشوفنا الفرقة فرقة كويسة وفيها تطور الحقيقة كبير جداً جداً معهم جهاز برازيلي كويس بلعبوا كرة كويسة فرقة بتعرف تجيب الجوان كمان هناك بدليل الهدفين اللي جم مباراة بتاعت بكرة إن شاء الله مباراة صعبة لازم فيها استعداد قوي جداً جداً نفسياً ومفيش حاسمها النادي الأهلي تأهل لسه الكرة في الملعب ولازم النادي الأهلي ينسى المباراة اللي فاتت ويلعب طبعاً على المكسب كعادة النادي الأهلي من البداية وإن شاء الله نتلافى السلبيات اللي حصلت المباراة اللي فاتت من إضاءة الفرص السهلة في حاجة إجابية إن احنا بنروح على الجهون وباستمرار وفي ضغط هجومي حتى بعد الاثنين واحد قدرنا في الآخر إن احنا نضغط وغير الهدف اللي جاء أضعنا كمان أهداف بس أنا عايز أقول لنا طبعاً إضاءة الأهداف دي برضو مشكلة لازم بقى فيها برضو اهتمام وتركيز أكتر من المهاجمين أنا دايماً بشوف